بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده تاني حاجة في الكونيك سكشنز او الحاجة السيركل وتاني حاجة البرابولا والتالتة الالبس والرابع الهايبربولا فهنشوف الجزء بتاع البرابولا هنشوف الستاندرد اكويجين للبرابولا شكلها ايه وازاي نسكتش البرابولا ونطلع البرابولايز بتاعتها الديفنيشن بتاع البرابولا لما نعمل انترسكشن لبلين مع كون ويكون البلين ده بررل لجنريتور من الجنريتور بتاع البرابولا فبيطلع الانترسكشن بتاع الابس وفي الالجبريك دفنيشن تاني للبرابولا بيتعرف بستريتلاين اسمه دايركتريكس ونقطة اسمها فوكس زي ما كانت السيركل بتتعرف بالسنتر هي نقطة ولنث كان الريديس البرابولا بيتعرف بستريتلاين اسمه دايركتريكس وفوين اسمها فوكس والديفنيشن بتاعه بيقولي إن أي نقطة على البرابولة الدستانس ما بينها وما بين الفوكس equal الدستانس ما بينها وما بين الدياركتر أي نقطة الدستانس لغاية الفوكس ADD DISTANCE لغاية diirectrice ADD DISTANCE مهانة لغاية الفوكس ADD DISTANCE لغاية diirectrice ントو distants دول احו сек players اشكدى بيكون برابلة باولنا الالجبريس بتاعة الديستان فلو ده street line اسمه directrix point D اسمها focus أي نقطة على البرابول اللي قدامي ده distance لغاية focus equal distance لغاية directrix. لو النقطة دي مثلا distance لغاية focus equal distance لغاية directrix. لو point D distance لغاية focus equal distance لغاية directrix. فده definition of parabola. البرابول بيطلع شكل symmetric about street line ده street line اسمه access of symmetry في شوية properties للبرابول. اول حاجة access of symmetry هو street line اللي يكون perpendicular to the directrix وبيعدي دي الفوكس. لو انت عملت perpendicular من focus للdirectrix خط perpendicular كده street line ده اسمه access of symmetry النقطة اللي على access of symmetry وبيتكون اعلى الكورف اسمها vertex ودي بالضبط في نص المسافة ما بين الفوكس للdirect. لو نزلت كده perpendicular في midpoint بتطلع الvertex. فدي اسمها vertex of parabola. يبقى البرابول عنده vertex وعنده focus وعنده access of symmetry وعنده دي. طيب قولنا اللي يبقى البرابول عنده access of symmetry عنده focus عنده vertex directrix. على دلوقتي نعمل division ل equation of parabola. علشان اجيب equation of parabola لازم الاول اعرف شكله ايه. فنفرض ان شكل البرابولة اللي هو زي اللي فات ده اللي هو upward وعنده focus وعنده vertex وعنده directrix. انا عارف ان البرابولة في focus وvertex و directrix. وعارف ان الvertex دي في الميت بوينت ما بين focus لغاية directrix. x. علشان اجيب الاكويجان او في parabola لازم يكون عندي axis x و y. وعارفها مكانها فين علشان اجيبي الاكويجان. فاحسن مكان نحط في الاكسيز تحط الاكسيز x و y عند الvertex. يعني الvertex تكون ان الديستانس من الفوكس للvertex equal p. والp ده هنقول انه post بالنمر. يبقى نقدر نقول ان الكاوردينت بتاع الفوكس زيرو و b. وي الاكويجان of directrix y equal negative b لانه parallel to x axis. طيب. نجيب بقى الاكويجان of parabola من الproperty بتاعته اللي بتقول ان الديستانس من اي نقطة عليه للفوكس equal الديستانس للdirectrix. الديستانس زي ما بين two point سهلة. طيب الديستانس دي قد بلك من دي vertical distance والvertex distance دي equal ايه? equal الجزء من الpoint لغاية الex axis والجزء من x axis لغاية تحت. طيب من x axis لغاية هنا هي p. طيب. والحطة من الpoint لغاية الex axis لو عندي النقطة دي three وfour. الvertex distance دي four. يعني الvertex distance دي y. يبقى الديستانس دي كلها y plus p. نكتب الفورمولة بتاع الديستانس. الديستانس من الpoint للفوكس اللي هو x minus zero بعدين y minus b. squared وهنا squared equal y plus b. يعمل بقى simplification. واعمل squaring وsimplify يطلع ال equation x squared equal for p y. ودي الstandard form للأكويتين بتاعة البرابولة. طيب. لاحظ الاكويتين في البرابولة فيها variable عليه squared وvariable ما عليهوش squared. البرابولة ده مفتوح upward. فبنقول البرابولة مفتوح ناحية الvariable اللي ما عليهوش squared. هنا اللي مش squared y فهو upward. طيب نقدر نقول ان البرابولة فيه variable عليه squared وvariable ما عليهوش squared. اللي ما عليهوش squared ده بيعرفني ال direction بتاع البرابولة. ال y ما عليهوش squared. فده مفتوح upward. طيب. الرقم اللي قدام اللي مشه squared ده اللي هو 4P. نجيب منه ال P لو كان آتي بقى ال P2 لو سكستيني بقى ال P4. ال P دي اللي بتعرفني مكان ومكان ال directrix. ودلوقتي هنشوف standard forms اخرى لبرابولة تانية اللي هو ال downward واللي مفتوح ناحية اليمين والشمال. احنا احنا قلنا ال standard form للبرابولة بتطلع equation فيها variable عليه squared وvariable ما عليهوش squared. وبيبقى مفتوح ناحية ال variable اللي مشه squared. ال four P الرقم اللي قدام ال variable اللي مشه squared ده اسمه four P. نعرف منه ال P عشان نجيب مكان ال focus ومكان ال directrix. فده اول standard form اللي هو opens upward. اللي هو ادي ال vertex هي ال origin. وي اطلع بيه فوق. طبعا ال Y هي مش squared فهو upward. اطلع بيه هاتي ال focus انزل بيه هاتي ال equation of directrix. و ال axis of symmetry بتاعي اللي هو Y axis X equal 0. و ال equation of directrix Y equal negative B. ومكان ال focus هو 0 و B. ممكن نشوف another standard form. لما اقول X squared equal negative 4 P Y. انا هتبر بيه دايما رقم باستر. طيب ايه الحاجة اللي مشي squared Y بس بالنجيب فده بنقول عليه downward. ده مفتوح ناحية تحت الناحية minus Y. دايما الفوكس بتبقى جوه الparapola. و ال directrix وراء الparapola. طيب الفور P نقدر نجيب منها ال P. ال P انزل تحت يبقى 0 و negative B هي ال focus. Y equal B هو ال directrix. فلو ال Y اللي مش squared كان Y يبقى upward. اللي مش squared negative Y يبقى downward. ومنها نعرف مكان ال focus وال directrix. و ال axis of symmetry. فيه شكل تاني Y squared equal 4 P X. اللي مش squared هنا X. يبقى ده open right. و ال 4 P ده الرقم اللي قدامها نقدر نجيب منه ال P. يبقى نمشي من يمين. نجيب ال focus P و 0. ارجع الشمال هاته directrix Y equal negative B. يبقى ده مفتوح ناحية اليمين. وتقدر تقول ال axis of symmetry هو ال X axis اللي هو equal 0. وال directrix equal negative B. وال focus P و 0. اخر واحد من ال standard forms Y squared equal negative 4 P X. اللي مش squared هو negative X. فمفتوح ناحية minus X. اللي هو open left. و الفوكس جوهن negative B و 0. وال directrix X equal B. وال axis of symmetry هو ال X axis. وال focus وال directrix معروفين. وبكده يبقى انا عندي 4 standard forms للبرابلة. Y squared equal 4 P X. Y squared equal negative 4 P X. ده right وده left. وبعدين X squared equal 4 P Y. ده الأبورد. و X squared equal negative 4 P Y. ده الdownورد. نشوف اجامل على الاقواجين ال برابلة. ولتلك write the standard form of the equation of parabola with focus 1 and 0. و ال directrix X equal negative 1. خد بالك لو ال focus 1 و 0. و ال directrix X equal negative 1. يبقى ال parabola ده اللي هو write. ال focus 1 و 0. وال directrix X equal negative 1. فلو نزلت perpendicular من ال focus لل directrix. ده هو ال axis of symmetry. و ده مفتوح ناحية اليمين. يبقى ده يبقى عنده حاجة squared و حاجة مش squared. اللي مش squared بتاعه هيكون مين? ال X. يبقى ال Y بتاعته هتكون squared. وال X هي اللي مش squared. طيب. علشان نجيب ال equation نجيب نعرف ال P. ال P هي distance من ال vertex لغاية الفوكس. ال distance دي كام دي 1 و 0. و دي ال origin 0 و 0. يبقى ال P equal 1. يبقى نقدر نقول ال equation بتاعته ده Y squared equal 4 P. X لانه مفتوح ناحية X. وال P equal 1. يبقى شيء اللي بيحطه 1. يبقى Y squared equal 4 X. يبقى دي ال equation بتاعت ال parabولة اللي بالمنظر ده. ال example ده اسهل. ال data click equation Y squared equal 8 X. قلتلك هتلي الفوكس. و هتلي ال directrix و sketch الجراف بتاعك. طبعا ال Y squared وال X مش squared. فده open right. يبقى ده ال origin هي ال vertex. وده مفتوح يمين. طيب. الرقم اللي قدام اللي مش squared. هو اللي منقول 8 X. يبقى ال 8 دي هي 4 P. طيب 4 P equal 8 يبقى ال P equal 2. يبقى أنا عرفت ال P ب 2. يبقى بنجي من ال origin كده. ينمشي 2 ونروح لل focus. ارجع 2 روح لل directrix. يبقى ما نمشي يمين 2. يبقى الفوكس بتاعتي 2 و 0. ولما نرجع الشمال 2. يبقى ال equation of directrix X equal negative 2. فلو أنا عندي الفوكس وال directrix. قدر أطلع ال equation. ولو عندي ال equation. قدر أطلع منها focus و directrix. فنشوف ال example كمان على ال equation of the parabola. تلك find the directrix. و focus. وال vertex of the parabola. Y equal negative 1 over 8. X squared and sketch the parabola. ناخد بالنا اتفقنا ان variable عليه squared. و variable ما عليهوش squared. ويكون 4 P جنب الحاجة اللي مش squared. طبعا هنا في رقم جنب X squared. يبقى احسن نحن نكتبها. X squared equal negative 8 Y. لو كتبناها X squared equal negative 8 Y. يبقى كده تحولت لل standard form. X squared equal negative 4 P Y. يبقى ده اللي مش squared هو negative Y. فهو ده downward. يبقى ده مفتوح لتحت. طبعا كلهم ال standard forms. ال vertex هي ال origin بتاعدي. طب ال 8 دي هي 4 P. يبقى ال B كام. ال B equal to. يبقى نجي من ال origin كده. ال vertex انزلتوه وروح لل focus. لان الفوكس جوه ارجعتوه اطلعتوه روح ل equation of directrix. يبقى equation of directrix Y equal to ال coordinates بتاعت الفوكس 0 و negative 2. وطبعا ال 4 standard forms ال vertex هي ال origin بتاعتي. يبقى جبت equation of directrix والaxis of symmetry اللي هو عايزها كمان اللي هو ال Y axis. وفوكس بتاعتي من negative 0 و negative 2. طيب لو كان ال parabولة بتاعي ماشي standard form. يعني ال vertex بتاعتوه ما كانتش ال origin. كان shifted parabولة. shifted foo او تحت او يمين او شمال. نقدر بنفتكر وإحنا بنسكتش بعض الكربات من ال calculus لو قلت Y equal X squared. ده خلي بالك ده اللي هو كان ال parabولة كده. ال Y هي اللي مش squared فهو مفتوح ناحية ال Y. وكان ال vertex بتاعته هي ال origin. فعنده focus وعنده directrix بالمنظر ده. طيب كنا بنقول قبل كده لو أنا قلت لك sketch Y equal X squared plus 2. فكنا بنقول ده shift up الكرة بتاعها shift up pi 2. يبقى ال vertex دي طلعته وال focus 2 directrix كمان 2. كله هيبقى shift tool تحت. طيب يعني ال parabولة ده shifted up بتو. كل حاجة shifted up بتو. طيب لو كتبت ال 2 دي جنب ال Y. بما أن ال Y هو اللي بيربريزنت ال direction up و down. فأنا لو كتبت ال Y دي جنب ال 2 بالمنظر ده. فنقدر نقول أن ال 2 ده مكان ال focus وال directrix ويه. ال vertex كلهم اتغيره بال 2 ده. كلهم shifted pi 2 نحيط لفوق. ونقدر نقول ال vertex زمان كانت ال origin اللي هي 0 و 0. فدلوقتي ال vertex بتاعتي 0 و 2. خد بالك ال vertex اتغيرت لما حصل shift في ال direction بتاع Y. ال vertex ال Y بس بتاعت اتغيرت. لو ده Y minus 2 اتكتب هنا 2. طيب بنفس الفكرة لو عندي Y equal x squared. وعملت shift down ب minus 2. فهيطلع كل حاجة. ال focus وال vertex وال directrix كلهم shifted down pi 2. طيب لو عملت ال effect ده كتبت جنب ال Y. فيبقى هنا Y plus 2 equal x squared. فنقدر نقول برضو كل حاجة shifted negative 2 أو 2 نحيط تحت. ونقدر نقول ال vertex اللي كانت ال origin 0 و 0 أصبحت دلوقتي 0 و negative 2. خد بالك ال X ما تغيرتش خالص. لكن ال Y تغيرت. ال vertex بقت 0 و negative 2. لو Y plus 2. ال vertex بقت negative 2. طيب بنفس الفكرة. shift right pi 3. يبقى ال curve ده shifted right كتب. فيبقى ال vertex وال focus حصل لهم shift right ب 3. طبعا ال directrix هيبقى هو هو مش هيتغير ولا حاجة. ونقدر نقول ال focus وال vertex حصل لهم shift right pi 3. ونقدر نقول طب ال vertex بقى ال vertex كان في الأصل كان 0 و 0. طب ال vertex دلوقتي اتغيرت بقت 3 و 0. ال X بس اللي اتغير فيها وال Y ما حصلوش. حاجة خالص. طب لو عملنا mix shift. عملنا shift up و shift right مع بعض. طبعا Y minus 2 معناها shift up 2. X minus 3 معناها shift right 3. فحصل shift up و shift right. ال right ب3 والup ب2. واخد بالك ان ال vertex الجديدة 3 و 2. يعني احنا لو بصينا على شكل ال shifting اللي عندنا هنا. نقدر نقول ان لو ال Y بقت اتغيرت ب-2 يبقى ال vertex رحت لتو. X minus 3 ال vertex ال x coordinate بتاعتها هتبقى ب3. طيب نشوف ال example ده. قلتلك find the vertex focus و direct rex للبرابلة Y plus 3 all squared equal 12x minus 1. unscatch the graph. طيب ناخد بالنا Y minus 3 squared equal 12x minus 1. لو ال minus 1 دي مش موض وال3 دي مش موض فتبقى Y squared equal 12x. فده برابلة مفتوح اللي مش squared هنا X يبقى مفتوح ناحية اليمين. يبقى ده اللي هو right. طيب وكان هتبقى ال vertex بتاعته ال R لكن دلوقتي ال X shifted 1 و Y هنا بplus 3. يبقى هنا ال vertex بتاعتي الاصلية اللي كانت 0-0 فحصل لها shift. ال X حصل له shift 1 وال Y حصل له shift minus 3. علشان ال X وال Y دول بقوا shifted. يبقى نقدر نقول للوقتي. ال vertex الجديدة زمان كانت ال origin دلوقتي يبقى حصل لها shifting. فال vertex الجديدة هي 1 و negative 3. لو اتحركت 1 وتحت negative 3 ده ال vertex الجديدة. طيب هو اللي مش squared هنا X فهو مفتوح ناحية ال X. فده right. طيب بعد كده نشوف ازاي نجيب ال P علشان نقدر نجيب ال focus و ال directrix. انا عرفت ان ال X shifted 1 وال Y بنagative 3. بقى انا عرفت ال vertex بتاعتي 1 و negative 3. طيب دي 1 و negative 3. المفروض الفوكس امشي كده P وال directrix كده ارجع كده P. فالمفروض اجيب ال P الاول. ال 12 دي هي 4P يبقى ال P ب3. يبقى تيجي من ال point D تمشي ناحية اليمين 3. طبعا لو ال point D 1 و negative 3. هو مش يترائت يبقى انا غير في ال X بس. ال Y ما تغيرتش. يبقى ال 1 ده add عليه 3. هيبقى 4 و negative 3. ولما نيجي نرجع كده 3 ال 1 لما تعمله minus 3 هيبقى minus 2. يبقى ال vertical line ده X equal negative 2. يبقى نقدر نقول. في الحالة ال ال standard كانت ال focus 3 و 0. لما حصل shifting فقلنا هنقاد على ده 3 هيبقى 4 و negative 3. ونفس الحكاية directrix X equal minus 2. يبقى انا كده عرفت the equation of directrix X equal negative 2. وال coordinates بتاعت focus 4 و negative 3. طيب نشوف ال example ده. find the focus vertex directrix للparapola X squared plus 4Y equal 8X. و sketch الparapola ده. طيب واخد بالك احنا قلنا الparapola عشان نكتبه في ال standard form. لازم variable يكون X أو Y عليه squared والتاني مش squared. لكن هنا في X squared و 8X. فدول لازم يتجمعوا مع بعض عن طريق ال completing squared. هنقول X squared minus 8X. دول هنعمل لهم completing squared وال4Y ده هو اللي هيكون الناحية التاني. طبعا ال-Y هو اللي مش squared. فالparapola ده هيبقى upward يا downward على حسب اللي هيبقى بالpost ولا بالnegative. طيب الcoefficient of X negative 8. نصه negative 4. squared بتاعه 16. فهتadd 16. نعمل بال bracket ده ون subtract 16. وده 4Y. ودي الاتنين دول الناحية التانية. يبقى 16 minus 4Y. خد ال-coefficient of Y كله common factor بره عشان يبقى Y shifted before والX shifted before. عشان تعرف مكان ال-origin A-S. مكان ال-origin الجديدة أو مكان ال-vertex الجديدة. فكان في ال-standard form ال-vertex هي 0-0. ودلوقتي يبقى ال-X shifted before وال-Y shifted before. يبقى ال-vertex الجديدة بتاعتي 4 و4. طيب. الحاجة اللي مش squared هي negative Y. يبقى ده parabولة downward. يبقى بصص ليه تحت كده. يبقى المفروض أحسب ال-B. أنزل تحت كده. ده مكان ال-focus أطلع لفوق كده P. أجيب ال-equation of directrix. يبقى أنا دلوقتي أعرفت. حولته لل-standard form. وعرفت مكان ال-vertex الجديدة. ال-vertex 4 و4. طيب نجيب بقى ال-P. ال-4 دي النسبنا. ال-negative دي بتحديل لي ال-direction. هيا ولا مش squared. ال-4 دي هي 4P. يبقى ال-P equal 1. يبقى نجي هنا. ننزل تحت 1. نجيب ال-vertex. أقس نجيب ال-focus. نطلع 1 نجيب ال-directrix. طيب. المفروض اللي هو downward. كان ال-standard form بتاعته 0-B. يعني 0-1. بس لما حصل شفت. المفروض لو دي 4 و4. ونزلت 1 يبقى نزلت في ال-direction of y. يبقى ال-Y دي قلت واحد. يبقى دي هتبقى 4X. وال-4 دي هتبقى 3 يبقى 4 و3. طيب ال-directrix أطلع كده 1. يبقى ال-Y زادت واحد. يبقى ده بقى 5. وده horizontal يبقى ال-Y equal 5. ال-equation بتاعت ال-directrix. و-Y equal 5. ممكن أنت تعمل انت براكتس. هات ال-focus وال-vertex وال-directrix ال-parapola. ده ال-parapola ده أخد بالك. في Y squared وY وX squared. فأنت هتعمل completing squared ال-Y. فال-Y هو اللي هيبقى squared وال-X اللي مش هيبقى squared. فده هتلاقي مفتوح ناحية X. فتلاقي shifted. ومفتوح ناحية X. وبكده احنا خلصنا الجزء بتاع ال-parapola. وان شاء الله المرة جاية هنبدأ في الجزء بتاع ال-allapse. ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.